سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان شوفوا أدب الصحابة بعد أن نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون كان يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت ضعيف جدا حتى يستفهمه يعني كان سيدنا عمر يبالغ في خفض الصوت يوطي صوته كثير يعني لأجل العمل بالآية شوفوا انقيادهم لأحكام الدين فورا مش تأخذ لها عشرين سنة هلأ بتيجي بتراجع واحد بالصلاة يا رجل بالصلاة عمود الدين يا فلان صلي يقول لك آه ناوي بتغيب عنده لو عشرين سنة بيقول لك بعد نناوي بدي أصلي وبعدين بيقول لك يا أخي ليش الصحابة يصلوا لهذه الدرجات العالية لأنهم كانوا يطبقون الحكم فورا نزوله من غير تأخير فورا أول ما نزلت الآية صار يكلم الرسول بصوت ضعيف جدا حتى كان الرسول يستفهمه يقول له ماذا تقول يعني لشدة خفضه لصوته عند النبي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسأل سيدنا عمر ماذا تقول لأنه صوته منخفض بعد نزول هذه الآية ترجمة نانسي قنقر